السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناة كانت مننا ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله غدي نوجد معكم واحد الاقلة واحد صينية ليد سامك اللي كتجي ساهلة وكان وجدوها فربشة عين ما كانت عطلوش بحال هكا كانكونوا مزروبين عليها ولا كانكونوا مع طلين خارجين هكا مع طلين لهذا وكنجي 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 ونوجدو بحال هكا يعني غدانة صافي كان نقطع واحد البطاطا كبيرة حبة دي البطاطا وجوج حبات دي السوسلة انا هنراه ضغي غدي نوجد صينية دي السامك انتم ما غدي تشوفوا معايا غير تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير وغدي تشوفوا ره ساهل ما كيجيش صعيب لا بنسبة المبتدئات ولا بنسبة بحال هكا اللي سيدات اللي موضفات او كيكونوا عاملات كيكونوا الوقت عندهم هكا مخطف ما كيكونش عندهم الوقت صافي بعد ما كان نقيا هد البطاطا كنقطعها بحالكة كنقطعها رقيقة باش ضغي كالطيب ما كتتعطلش معانا يلا قطعناها بحال هكا رقيقة رها ضغي كالطيب الفران دي الناره كيسخن على 180 درجة كنخليه كيسخن او كنشعلو الفران الى كان عندنا الفران دي القاز كنشعلوها هكا من فوق ومن تحت كننمهلو شوية العافية لان هنا ما كتعطناش هد الاكلة ارا في ضرف 21 دقيقة كتكون موجودة صافي كنقطع الفلفل احتهي كنقطعها كدواور كنقطعها رقيقة البطاطرة ضروري كيبغيوها ولداتنا كنديروها وبحالها كاللي ما كيبغيش يديرها ما يديرهاش كنقطع بحالكة الفلفل اغادي نقطع الفلفل الحمرة حتى هي حتى هي كنقطعها رقيقة هكا البنات الى قطعت الخضراء رقيقة مما كتش معكم الطيب والحوت راه ما كيهش طيب ما كنتعطلش صافي كنقطع هد الا جوج حبات دي البدينجل أنا عندي هنا يا جوج حبات صغار صافي كنقطع بصلة وكنقطع ماطيشة هنا يا كندير هنا يا درت القصفر المعدنوس في ده هاشوار كندير فيه التومة كندير فيه الملحة الكمون البابريكا سكنجبير والفلفل الاسود او البزار صافي هنا راه درت واحد الفصل دي التومة كيف بقيت لكم راه درت الاوكلم زروبا كندير لها شوار هاكا كندير نسكس دي الماء هاد الماء كيساعد على الطحين وكاي طيب فيه هكا الحوتس صافي كنجبد هكا الحوتس را عندي موجود في في المجميد كنكون جابدها من قبل وكن نرشمو بحل هكا هنا اللي ما كينش الحوتس راه هاد الاوكلم راه كافية كنديروها عال هاد الخضار بحل هكا وكنديروها في الصينية كالطيب دغية كندير هنا يا زيت البلدية في الصينية اللي غدي تدخل فران كنديرو حجج معال قدير زيت البلدية كندهن صافي غدي ندير البصلة هي اللولة كنفتتها في اللول كتكون قطعة رقيقة وكنفتتها هكا بجضغية كالطيب كتعطينا النس مزوينة في هاد الصينية وغدي نستف كنستف البطاطة هي اللولة هنا كين عندنا البطاطة إلي بحال هكا كين البطاطة كنقدروا نديرو هاد النسكس ديال الماء إلي ما كيناش البطاطة أرا هاد الخضار كاملة كتطلق الماء بلاش ما نديروش هاد النسكس ديال الماء صافي كنستف كالطاطة وغدي نستف البدينجان كيف ما قلت لكم هاد النسكس ديال الماء كيساعد على أنك الخضار كل هكا الطيب لأنني هنا يا غدي ندير عليه الفرفارة باش ضغيك يا طيب بحال لي عنده الفرفارة كيخدم عليه هكا الفرفارة صافي وكندي الفلفلة كيف ما قلت لكم أقلة مزروبة وكتجي لديدة وكتجي رائعة بحال هكا ما كتعطنناش صافي كنستف الفلفلة الحمرة صافي كنستف هات الحبة ديال ماطيشة حبة رها كافية هن رات تحدف لي فيديو راهنا يا هاد الشرمولة راه درت فيها مصري منحة مضع السرطة فيها درت فيها التومة صافي كننضيف بحال هكا السمك كنضيف عليه هاد التتبيلة وما تبقى متتبيلة كنضيفها فوق الخضار الخضارة ديالنا بحال هكا تشربت لنا تتبيلة ودي نحط الحوت فوق ها بحال هكا وكندير هاد الشرمولة اللي بقعت هنا غدي نبعد الحوت بحال هكا باش كي طبع لها خاطر وكي طبع بعيد صافي وكندخل اهنا غدي نزيد زيت البلدية عفوا كنزيد هنا يوح تلاسط المعالق ديو زيت البلدية من الفوق لاني بدر تشف اللول وكنديرو حط رييف ديال ليمون حامض خضر صافي كندخل هال فران هنرا خضعت معي خمستاشر دقيقة كانت موجودة بحال هكا كيف ما قلت لكم خدمت علي الفرفارة ديك اللي ما تهو وراه نشف والخضيرة بحال هكا طابت وكنطيبوها هكا فرم الشتعين كتكون اللاطة ديالنا موجودة ما كتكونش ماطلة وإلا كنت في الفران ديال القاز كنخدمو علي الفران من تحت حتى كتطيب لنا الخضراء من تحت عدا باش كنا نديرو العافية من الفوق ديال الحوت باش كيتحمر لنا الحوت شفتو معي البلطارها طيبة والحوت حتى هو وراه طيبة وكتجي اقلة خفيفة وسهلة وصيفية يعني ما كتعطنناش قتوحت شوية هكا دي البليلة يعني راح تشربت لنا هكا البليلة كنخليوهاد شوية يعني ما كنخليوهاش حتى كتنشف تماما وكتحرق صافي الاقلة ديالنا موجودة وما تنسوش الى عجبكم فيديو وما تنسوش شاركوه في القناة وضغطوا الجرس باش دائما ان شاء الله بتوصل الجديد الاجدد القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعالق وغد نخليكم مع الصوار ونقول لكم ما تنسوش لايك اللي يجزيكم بخير وما تنسوش ليا المشاركة في القناة وغد نخليكم مع الصوار ونقول لكم صحة والراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا